اهلا بمشاهدين من جديد اليومين اللي فاتوا كان فيه كلام كتير عن لقاح الانف الونزة الجديد اللي حيكون بديل للحقن الجرع حتكون عبارة عن رضاذ بيترش في الانف قلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور اشرف عقبة استاذ المناع بطب عين شمس اهلا وسهلا بخاركي اهلا بك اهلا وسهلا كل سنة طيبة يعني انفراجه حتيصر على ناس كتير اوي فكرة انه هو يبقى مجرد رضاذ في الانف فعلا هو يعني وسائل تعاطي اللقاح الحقيقة بدأت تتغير وبدأ يبقى فيه يعني وسائل لتعاطي اللقاحات غير تقليدية فاحنا بنعرف مثلا اللقاحات اللي بتتاخد عن طريق الحقن العضل او حقن تحت الجلد لكن كمان استخدام اللقاح عن طريق رضاذ بالانف ده يعني فرصة كويسة لانه بنقدر نكرره باكتر من مرة وفي نفس الوقت ما هيش وسيلة موجعة لبعض المرضى الى جانب كمان انه هو بيحفز النظام المناعي الموضعي في الجهاز التنفسي يعني استخدام اللقاح عن طريق الرزاز ده بنشط افراز نوع من الأجسام المضادة اسمها الاي جي اي اللي هي الأجسام المضادة المخاطية اللي هي موجودة في الأغشية المخاطية وبالتالي ده بيساعد على انه هو يمنع دخول الفيروس من البوابات الرئيسية اللي هي في الجهاز التنفس طب واللي قابليه كان عامل ازاي احنا كنا بناخد القاح بالحقن تمام هل كان بيشتغل على يعني حالك بتقول انه هو البوابة الرئيسية هنا في الأنف فاحنا بناخد النقط عشان تمنع قابليه ما كانش من هنا ما كانش دي البوابة تمام هو في تواصل بين النظام المناعي داخل جسم الإنسان وبالتالي لما بيتاخد عن طريق الحقن هنا بتبدأ الخلايا المناعية تتعرف عليه وتبدأ تفرز الأجسام المضادة سواء عن طريق الحقن اللي تحت الجلد او حتى الحقن اللي هي بالعضل لكن استخدامه عن طريق الرزاز هنا بيدي كمان فرصة الى تنشيط زي ما قلت الأجسام المناعية المخاطية اللي هي موجودة في الجهاز التنفسي برضو الحقن اللي كنا بناخدها قبل كده كانت بتعمل نفس العمل بس مش بالاسلوب مكسف زي اللي بيحصل مع استخدام الرزاز طيب بس فكرة ان احنا بنقول ان المادة الفعالة قد تكون بتختلف او احنا نفسيا ما بنبقاش عارفين لو احنا دينا طفل الرزاز هل يقدر يستنشقه كويس ولا لا هل بنبقى مش عارفين كده هل متخيلين انه هو حيبقى بنفس الفعالية وبنفس الجودة وبنفس المادة الفعالة زي ما حريك بتقول ولا هتكون مختلفة والجسم بتاع الاطفال هيبقى اسهل في التقبل طيب الاول عندزين نفكر الناس بس بانه اللقاحات بيتاخد من اكتر من وسيلة فمثلا لقاح شالها للاطفال بيتاخد عن طريق نقط بيوطل توطل للاطفال بالفعال صحيح وبالتالي هي برضو فعالة وكمان اللقاحات زي كورونا اللي احنا خدناها مثلا في الفترة الاخيرة كنا بناختها عن طريق الخرم فاستخدام يعني مدخل تاني لللقاح هو ده اللي فيه نوع من التنوع شوي بالمناسبة احنا لو بنتكلم على اللقاح اللي بيتاخد عن طريق الرزاز وبالذات بالنسبة للانفلونزا فاحنا عندنا لقاح قديم شوية ولقاح حديث يعني فيه لقاح بيستخدم عن طريق الرزاز وده بيستخدم الفيروس بتاع الانفلونزا بس مضاعف انما دلوقتي كمان فيه الحقيقة دراسات علشان يتعامل لقاح من المسانجر RNA او RNA الرسول يمكن الناس دلوقتي بدأت تعرف كلمة RNA وسمعتها كتير لانه مثلا اللقاحات بتاعة فايزر وبتاعة موديرنا كان بيستخدم التكنولوجيا بتاعة الهندسة الوراثية اللي هي فيها المسانجر RNA هنا احنا اللقاح الاول اللي بيتاخد عن طريق الرزاز ده كان بياخد الفيروس مضاعف مضاعف يعني بنضاعفه وبالتالي بنديه عن طريق الرزاز من خلال الانف ويبدأ انه هو نشط بهذا المناع وكمان يبدأ ينشط زي ما قلت الأجسام المضادة المخاطئة لكن المسانجر RNA دي فكرة جديدة خالص او هي حديثة دلوقتي وبدأنا فعلا نتكلم عليها وخاصة من بعد كورونا بدأت تظهر وتبقى واحدة من الوسائل اللي بنستخدمها في اللقاحات بشكل يعني مكسف شوية الفكرة هنا ان احنا مش بنستخدم اجزاء من الفيروس خالص وبالتالي الفيروس اللقاح ده مش بيبقى معدي يعني اللقاح بيبقى عبارة عن تركيبة بناخدها من الفيروس والتركيبة دي بنخلقها في المعامل ونطلع اللي هو الRNA الرسول اللي هو بياخد جزء من تركيب الفيروس الرئيسي وبعد كده ننديه عن طريق الحقن فتبدأ اجسامنا هي اللي تكون اجزاء من الفيروس غير معدية يبقى اللقاح اللي احنا خدناه مفهوش اي عدوى اجسامنا هي اللي بتكون اجزاء من تركيب الفيروس غير معدية بالنسبة وبالتالي يبدأ الجهاز المناعي يشوفها على ان دي حاجة غريبة فيبدأ يعمل لها اجسام مضادة وهي دي التكنولوجيا الحديثة يمكن المسانجر RNA اللي بيتاخد عن طريق الرزاز للإنفلوانزا اللي هو لقاح الإنفلوانزا لازل لسه تحت التجارب لكن هنا الفكرة الحقيقة بقت متقدمة قوي لانه زي ما احنا عارفين انه غيروس الإنفلوانزا بيحصل فيه تغيرات كل سنة وعلشان كده احنا بنغير اللقاح بتاعنا كل سنة شايف لكن اللقاحات اللي هي بتستخدم دلوقتي المسانجر RNA بياخد الجزء السابت من فيروس الإنفلوانزا بتغيراته المختلفة وبالتالي يقدر انه هو يعمل لقاح يغطي اكتر من عشرين او ثلاثين نوع من سلالات الإنفلوانزا اللي هي السائدة او المسببة الرئيسية للمرض صحيح طيب انا توقفت ربما عنده جملة انه هو يعني بيستهدف البروتين النووي لفيروس الإنفلوانزا هل الفيروس ده ليه بروتين والبروتين ده نوي يعني كيف يستهدف هذا اللقاح هذا البروتين النووي طيب احنا كده بنتكلم على المسانجر RNA اللي هو RNA المرسال ده ترجمته بالعربي عايزين نبسط شوية بس للمشاهدين انا معلش هو الموضوع طيب احنا الحقيقة من خلال الهندسة الوراثية بناخد اجزاء من البروتين بتاع الفيروس ونعيد صناعته مرة تانية بشكل بحيث ان احنا يبدأ جسمنا هو اللي يكونه طيب علشان يحصل تكاثر للفيروس المفروض انه هذا الفيروس عبارة عن احماض امينية متكررة بروتين يعني طيب احنا بناخد جزء من البروتين ده اللي هو السابت بنقططة نقططة وبعدين نعمل الترجمة بتاعته اللي تخلي اجسامنا تكون بروتين زيه وناخد الجزء اللي هو الشفرة اللي احنا بقول عليها نعمل الشفرة اللي بتخلي اجسامنا تكون بروتين زيه ناخد الشفرة دي ونحقنا بشكل ده جسمنا يشوف الشفرة بياخد المناعة زي ما بيقولوه يشوف الشفرة ويكون نفس الجزء بتاع الفيروس جوانا وانس انه جيه هو بيقوله انا حقت صد هنا لما يخش كده الجهاز المناعي يشوف ان ده بروتين غريب عن جسم الانسان اللي هو متعاود عليه طبعا فيبدأ يعمله اجسام مضادة مع النظام المناعي بتاعنا الحقيقة زكي جدا اي حاجة غريبة بتخش اجسامنا وخاصة من التركيب البروتيني بيبدأ يهاجمها الاول بيهاجمها بشكل غير متخصص يعني ايه يعني اول ما يشوف حاجة غريبة يبدأ خلايا اسمها الخلايا البلعمية تهجم عليه وعلى طول تبلعه الخلايا البلعمية دي فيه منها نوعين نوع بيبلعه ويخلص عليه خلص ونوع بيبلعه ويطلع منه جزء علشان خلايا تانية تبدأ تتعرف عليه الخلايا التانية دي اللي هي الخلايا المفوية تبدأ الخلايا المفوية تتعرف على البروتيني الغريب ده وتكون له أجسام مضادة إحنا عندنا نوعين من الخلايا نوع بنسميه الخلايا B ونوع بنسميه الخلايا T أو B و T الB هي اللي بتعمل الأجسام المضادة والT هي دي الماسترو اللي بينشط الB وفي نفس الوقت بيعمل نوع من المناعة بنسميها المناعة الخلوية أي وبناءً عليه بيحصل هذا الأمس وبناءً عليه يبدأ جسمنا كده يكتسب مناعة ضد هذا البروتين الغريب فأول ما يشوفه مرة تانية على طول يكون جاهز بوسائل الدفاع بتاعه سواء أجسام مضادة أو خلايا تقدر تهاجم هذا الجسم الغريب يعني طبسيطاً للكلام العلمي شديد الدقة وكده حضرتك تصلح لي لو أنا بقول غلط إحنا البروتين ده اتعرفنا عليه خدنا بتاقته أو أو الكود بتاعه وهو جاي عدي من بوابة البوابة زمرت قلت له لا أنت ما يفعش تعدي وتدخل إحنا هنعمل أجسام مضادة لا هو الشفرة دي إحنا يعني ما يتم صناعته هو الشفرة اللي بتعمل البروتين آه هي دي اللي بتتحقل تمام الشفرة دي غير معادية حنتبق ده بقى في لقاح كورونا هو موجود فعلاً يعني حنتبقه بقى برزاد في الأنف نقدر ولا لسه برضو هنفضل مكملين على نفس الطريقة الحقيقة إن تكنولوجيا صناعة اللقاحات في تقدم سريع جداً وطبعاً الغرض منها هو الحصول على مناعة مستقرة ودائمة وتحمي وفي نفس الوقت لها فعالية وعلشان كده الحقيقة إحنا بنسق دايماً في اللقاحات اللي تم تجربها بالنسبة للقاح الإنفلونزا ده حالياً هو في مراحل تجربية اللي هو بيستخدم المسينجر RNA على القوارد لحين مفروض يعني يتم تطبيقه إمتى أو ينزل السوق بضعب إحنا زي ما إحنا عارفين إنه دلوقتي كلنا بقين عارفين إنه أي صناعة دوائية سواء في اللقاحات أو الدواء بتاخد مراحل بنسميها مراحل ما قبل السريرية اللي هي بيبقى فيها التجربة على حيوانات أو على أنسجة مش على أشخاص لكن بعد كده بنعمل تجربة تانية بنسميها التجربة السريرية بيبقى فيها التجربة على متطوعين بتمر بمرحلة أولى وتانية وتالتة لغاية ما نتأكد من فعالية وأمان الدواء أو اللقاح وبعد كده نبدأ نستخدمه علشان نقدر نستخدمه على مجال واسع فكرة أننا بقينا شديدي الحساسية تجاه أدوار البرد ما بنبقاش عارفين هي أنفلونزا هي كورونا هي إيه؟ يعني إحنا بقينا خايفين جدا من القصة دي وبقينا بنبقى خايفين جدا على الرئة إحنا متخيلين أن الفترة الجاية ممكن نعمل إيه؟ يساعدنا على حماية الرئة بالذات في الفترة القادمة خصوصا إحنا مش طول الوقت بنبقى قادرين نعمل التست بتاع كورونا أو حتى الساعات التست مش بيبقى كرة أوي أو مش بيبقى دقيقة طيب زي ما قلنا أنه أعراض البرد والإنفلونزا الحقيقة بيتسبب فيها مجموعة كبيرة من الفيروسات في عندنا الفيروس الراينوفيروس ده فيروس بيعمل برد اللي هو الكومون كولد يعني وفيه فيروس اسمه أدينوفيروس وفيه فيروس اللي هو المخلاوي أو التنفسي اللي احنا كان فيه كلام عليه كان مبتشر فترة القادمة وفيه الإنفلونزا فيروس بأنواعه كلها وكمان السلالات اللي تحته وبعدين فيه كورونا فيروس وخاصة سلالة أوميكرون اللي بتعمل أعراض شبه البرد والإنفلونزا كل الفيروسات دي وغيرها ممكن أنها تتسبب في أعراض الجهاز التنفسي العلوي اللي هو العطس والبرد والكحة الجافة وارتفاع درجة الخرارة علشان نقدم نحمي نفسي من الحكاية دي احنا عندنا وسائل بنسميها وسائل عامة وسائل متخصصة عامة يعني لازم أن أغسل إيدي بعد أي تواصل مع أسطح ممكن تكون أولواسة كمان أن أنا ألبس كمامة لو أنا في مكان في زحمة وغير جيد التهوية المفروض أن أنا أعطس أو أكوح في منديل ورقي وتخلص منه علشان الإجراءات الوقائية اللي اتكلمنا فيها اللي كلنا عارفينها دلوقتي شكرا لديك الوقت احنا بس مضطرين نطلع على المجسد شكرا جزيلا مفروضة شكرا جزيلا